السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعد ايها الاحباب الكرام حديثنا اليوم عن غربة الدنيا الدنيا غريبة ومن فيها غربة وننطلق من حديث نبوي شريف اخرجه الامام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل قال الامام البخاري وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك هذا الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام البخاري النيسابوري فيه درس عميق القاه المعلم الاول ومرشد الانسانية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه كان امي لا يقرأ ولا يكتب وانه كان راعي غنم الا انه علمه شديد القوى ذمره فقد علمه الله تعالى ما لم يبلغه علم العلماء هذا الحديث فيه مبادئ عميقة تحتاج اليها النفس البشرية ونحن في عصرنا هذا عصر الذرة والمجرة والتصابق والمنافسة عن الدنيا نكون في احوج ما نكون لهذه الوصية النبوية الشريفة التي مر عليها لحد الساعة خمسة عشر قرنا لكن في عصرنا هذا عصر المال والتروة والمصابق والمنافسة حول امتلاك متاع الدنيا سرنا محتاجين اليها هذا الحديث يقول فيه العلماء بانه اصل في قصر الامل في الدنيا اياك ان تغتر بالدنيا وتملأ بها قلبك وكأنه يوصي المؤمنين لا يتخذ الدنيا وطنا ولا سكنا فيتعلق القلب والنفس بها ولكن المؤمن صاحب الايمان واليقين يقش في الدنيا ويستمتع لكن عليه ان يعلم بانه يسير على جناح السفر وعليه دايما ان يكون متهيئا لجهازه للرحيل لان الدنيا قصيرة وسرعان ما تمضي وهي جميلة وفيها بريق وفيها لدة والناس يكادون ينسون انفسهم ويتعلقون بها هيا بنا ايوا الاحباب الكرام نتأمل في هذا الحديث كلمة كلمة ونستنبط منه العبارة والعضات سيدنا النبي ماذا فعل اخذ بمنكبي عبد الله بن عمر هكذا قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي تصور ان النبي الكريم اراد ان يعض ابن عمر فاخذ بمنكبه لماذا ليسترعي بذلك انتباهه ويجمع اليه فكره ويشعره باهمية ما سيقول فالابو اذا اراد ان يكلم ابنه او المرشد اراد ان يكلم مريده فانه يأخذ اما بمنكبه او يضرب على صدره لكي يستعد ويستشعر ما سوف يقول فتنساب تلك الكلمات الى روحه مباشرة ما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب عبد الله بن عمر في هذا السن كان شابا وهو ابن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وكان قويا وكان وسيما وكان صاحب مال وجاه وكان يحب الدنيا عبد الله بن عمر كان ينظر في المرآت ويرجل شعره وكان يملك في تلك السن اكتر من اثنى عشر جارية ومحب للدنيا متهافت عليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب ما معنى كن في الدنيا اي في معاشك وفيما تؤمله في المستقبل وما تخطط له من امور الحياة من مكاسب كن فيها كأنك غريب او عابر السبيل ما معنى كأنك غريب الغريب هو الانسان البعيد عن وطنه فهل تعتقدون بان غريبا ينافس اهل البلد ابدا رحض الغرباء الذين في وطننا اما جاءوا من افريقيا او من سوريا او من غيرها من البلدان هل تجدونهم يتنافسون مع اهل البلد هل يقول انا عندي حق المواطنة تجدوا دائما في الخلف لا يشتغل الا بما هو في امس الحاجة اليه الغريب عادة يكون يعد نفسه للرحيل ويعلم بانه سوف يغيب عن هذه البلدة هكذا الانسان في الدنيا نحن يوما ما سوف نرحل وان شاء الله تعالى اهل الايمان مستقرهم في الجنة ويعلمون ان هذه الدار الدار الدنيوية هي محل تنغيص وكذر وغربة وهذا يقتضي يقتضي من المسلم ان يلزم الاستقامة حتى وان فسد الناس هذا ما اشر اليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء الاسلام في اول عهده كان غريب يقولون هذا فكر ايديولوجي وان اصحاب الدين عندهم اهداف خفية وانهم كذا وكذا وهذا الدين فيه شرائع تحقد النفس وتفرق بين الدكر والانتة وتفعل كذا وكذا ولكن فيما بعد سوف يعز الله الاسلام وتأتي الفتوحات وتأتي دول كلها تتبنى النظام الاسلامي ولكن فيما بعد سيعود الاسلام غريبا كما بدأ سيرجع ايضا مرة اخرى غريب وسرعان ما يتهم اهله باتهامة شتى فما دعنا ان نفعل هل نتخلص منه لا بل نتمسك به بقوة ليذا قال النبي الكريم فطوب للغرباء طوب للغرباء حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بدح الصحابة قال اصحابي لو انفقتم مثل احد ذذبا ما بلغتم نصف مدة احدهم او نصفة الصحابة كانوا كبار في المقام لانهم كانوا غرباء ثم تحدث النبي الكريم عن الاقوام الذين يأتون في اخر الزمان قال الواحد فيهم اذا كان متمسكا بدينه يعدل خمسين صحابيا بمعنى اننا في اصرنا مثلا لو ان احدنا كان متمسك بدينه هل له مقام صحابي لا عنده مقام خمسين صحابي لهذا قال بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوب للغرباء وصية النبي الكريم لهذا الشاب الوسيم الانيق المحب للدنيا عبد الله بن عمر قال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر السبيل ما هو عابر السبيل هو الذي يشجاز محلا معينا ثم بعد ذلك يفارقه يا ما سافرنا وكنا عابري سبيل لا نستوطن ذلك المقام نأتي قضاء بعض المصالح ثم ننصرف عابر السبيل عابر السبيل عادة لا يأخذ من الزاد سوى ما يكفيه مؤنة الرحلة ويعينه على موسط السفر إذا كنت عابر السبيل هل ستحمل كل أمتعتك هل ستأخذ كل ما تملك لا فقط الأشياء الضرورية في الحياة حتى تصل إلى موطنك فتخفف ما يمكن أن تتخفف ولا تتوسع لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من التوسع والطمع كان يقول لو كان لابن آدم واد من دهب لابتغى إليه واديا ولو كان لابن آدم واديان من دهب لابتغى إليه ما ثلاث ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب فهذا خطاب فيه تزهيد في الدنيا عدم الإقبال عليها بمنافسة هذا لا يعني ترك العمل أبدا لا يعني ترك الكسب بالعكس العمل مطلوب والجد مطلوب ربنا قال وقل يعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وأول من كان يعمل هم الأنبياء كانوا يمشون في الأسواق وكانوا يكتسبون وعندهم صناعات فسيدنا إدريس كان خياطا وسيدنا داود كان حدادا وسيدنا نوح كان نجارا وسيدنا موسى كان راعيا وسيدنا محمد أيضا كان راعي وتاجر وسيدنا المسيح كان نساجا يسمى غصوف كل واحد إلا وعنده حرفة هذا لا يعني أننا نترك العمل بالعكس العمل عبادة لكن المقصود أن لا يصير العمل في حددته عبادة وهو مبلغ حياتك من الدنيا وتستكتر منه حتى يشغلك عن الله ويشغلك عن الدار الآخرة الدنيا تشغلك هناك من كل عقله الدنيا إذا جلسته يتحدث عن التجارة والمكاسب وسوف يشتري بقعة أرضية وسوف يبني عنده مشاكل مع العمال عنده مشكل مع البنك عنده مشكل مع كل حديثه عن الدنيا ولا يكاد يتحدث عن الآخرة نعم الدنيا نحن مطالبين بأن نعيشها لكن لا ينبغي أن تملأ كل حياتنا وتشغل كل فكرنا فالدنيا هي دار غربة والدار الحقيقية الدائمة التي فيها الخلود الأبدي هي الدار الآخرة لهذا كان النبي الكريم يوصي عبد الله بن عمر بأن يستعد إليها ويتأغب للرحيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هذا هو المؤمن يتخذ الدنيا مطية إلى الآخرة المؤمن من صفاته أنه دائما يعد العدة للقاء ربه وسبحان الله كلما كان عندك هذا المبدأ تنقلب القضية تنقلب عكسيا فالدنيا تصير لك بين يديك وسهلة الناس الذين الآن يبكون ويصيحون ويقولون بأنهم معدبين في الأرض أفضل وصفة لكي تصير معززا في الأرض طلق الدنيا طلقها طلقة الثلاثة وانظر ماذا سوف يقع لك ستأتي إليك الدنيا تتزين وتنمق شكلها وحالها وتقول لك خذني إليك قيل بأن الدنيا كالمرأة المرأة إذا كنت تغازلها وتطلبها تتمنع وإذا كنت قد تركتها لحالها تتبعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتمنعن وهن الراغبات لهذا قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة هذه وصفة بسيطة من أراد السعادة الدنيوية إذا أردت من الآن من اليوم أن تتخلص من كل الضغوطات النفسية تتخلص من كل الرواسب الماضوية تتخلص من المخاوف المستقبلية اتبع عادي الوصفة من كانت الآخرة همه يعني همك تفكر في الآخرة وما أعده الله تعالى من عباده وكيف نستقبل يوم البعث والنشور والوقوف بين يدي الله والسؤال والنعيم وسوف نشتمع مع العائلة والأحباب وسوف يكتب لنا الخلود الأبدي لا مرض لا سقم لا علة لا موت عقلك ممتلئ بالآخرة وما يقرب إليها ما الذي يقع جعل الله غناه في قلبه ستشعر بأنك غني قلبك غني لا تحتاج إذا سألك أحدهم كيف حالك يا فلان هتقول والله لا بخير والله العظيم لا ألف خير وخير رغم أنك بسيط جدا لكن الغنى صار في قلبك من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة الشمل مع العائلة مع الزوجة مع الأولاد مع الأحباب مع الأقارب ربنا يجمع الشمل هو الذي تكفل بذلك لا تشغل بالك بالآخرين إياك أن تشغل بالك بفلان وعلان وتجامل أتركهم ربنا سوف يسوي القلوب ربنا سوف يجمع النفوس ربنا سوف يوفق سبحانه من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة يا سلام والله مجربة الدنيا تأتي إليك تقول لك خذني إليك أرجوك خذني إليك أنت تسير ويتتبعك قدقى بأن كل أغراضك وكل إنشغالتك مقضية يقول لك سير حاجتك مقضية غسير غير طمعا اللي بغت سيغل غتوصلت لعندك غتضق الباب ديالك يكفي أن الرزق مثلا ربنا قال بأن الرزق نوعين رزق تأتي إليه ورزق يأتي إليك الرزق الأول هو عليك أن تعمل عليك أن تتعب عليك أن تتدلل للآخرين لكي تكسب قوتك هذا رزق تأتي إليه وهناك رزق آخر أعده الله لكل العباد ما هو هذا الرزق رزق يأتي إليك هو يأتي إليك كيف يأتي إليك لما يكون همك الأكبر هو الآخرة ولا تهتم بالدنيا فإنها تأتي إليك راغمة هذه المعاني أراد النبي صلى الله عليه عليه وسلم أن يغرسها في قلب هذا الشاب من الصحابة عبد الله بن عمر وهذا التوجيه النبوي كان له أعظم الأتر في نفس هذا الصحابي وفي سيرته لأنه مباشرة ما الذي وقع عبد الله بن عمر صار من الذين لا يتهفتون حول الدنيا وصار كل عمله عبادة وطاعة ويأخذ من الدنيا ما يكفيه فكان حريصا على اغتنام الأوقات وهذه الوصية الخالدة انعكست على سلوكه فماذا قال عبد الله بن عمر في ختم الحديث هو الذي يتكلم صار هو الواعد قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخد من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ما معنى هذه الوصية التي استنبطتها عبد الله بن عمر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى الصحابة إذا سمعوا حديثا من رسول الله فإنهم يستوعبونه ويفهمونه ومن ثم يسيرونهم مولدين مولدين لمعاني أخرى جليلة مستنبطة من نفس الحديث قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يعني ينبغي الإنسان أن لا يطيل الأمل قصر أملك في الدنيا قد نكون صباحا ونسل ندري هل نحن اليوم سوف ندرك المساء أم لا هل سندرك المساء الله أعلم نسأل الله السلام والعافية لهذا علينا أن نعمل ونشهد في طاعة الله وأن لا يكون عندنا آمل طويل هناك من عنده آمل طويل أربعين ستين سنة يقوم بمشروع معين ويضع أمامه كأنه سوف يعيش طويل مع أن العمر قصير أي نعم لابد أن نعمل زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون فالعمل الذي يكون عن بعد وعن سنين طويلة مطلوب لكن لا يكون الأمل وكانني سوف أعيش وسوف أنا الذي سوف أخذ التمار أنا وحدي وليس غيري لا أنا أزرع وقد يأتي غيري يأخذ التمار بالصحة والعافية كما أنني أنا نفسا نفسي أنا الآخرون من قبل زرعوا وأكلت فعلي أن أعمل ليأكل الآخرين وكل بأجره وتوابه بعض الناس يعيشون وكأنهم سوف يبقون خالين في الدنيا ألف السنين يعملون الدور والقصور ويغرقون في الملدات والشهوات ويعتقدون بأنهم خالدون لهذا قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء يعني عليك أن تكون دائما مستعد للقاء الله وخد من صحتك لمرضك يعني الإنسان لابد أن يضوق الصحة والمرض فإذا كذا صحيحا سليما عليه أن يغتنم صحته بما ينفعه يغتنم صحته بالطاعات بالأعمال الصالحة تصور أن بعض الناس تقول له يا فلا هل تصوم الاثنين والخميس هل تصوم الأيام البيض يقول لا أنا لازلت شابا حتى أكبر وأفعل هذه الأمور يا فلا هل تقيم الليل يا فلا هل تفعل بعض القربات لا ما عندي وقت حتى أكبر وحتى أخرج إلى التقاعد وأتفرغ لهذه الأمور الدينية وتمر السنين تمر مرحلة الشباب مرحلة الكهولة ويدخل إلى مرحلة الشيب والهرم أنا داك يجي نفسه بأنه ضعيف لا قوة له ما حج ولا اعتمر ولا قام الليل ولا صام النهار ولا وقف أمام الله في قيام الليل وحتى إذا أرد أن يصوم لأنه يعرف أنه مودع يمنعه أولاده ويخافون عليه آه شريف ركبرتي ما بقى عندك صحة فكي حاولي يقوم بالصلاة والعبادة فاته الأجل ضيع الفجر مرارا سنين طويلة ضيع الأجر والتواب والآن صار مريض لهذا قال النبي الكريم وخد قال ابن عمر وخد من صحتك لمرضك ثم قال ومن حياتك لموتك أي انتهز الحياة ما دمت حي ما دمت حي أنت مبارك عليك أن تعمر آخرتك بحياتك نحن الآن ماذا نفعل في الحياة نعيش أي نعم نعيش لكن علينا أن نعمر نعمر الآخرة نبني للآخرة لأن الدنيا مزرعة للآخرة قد يودع الإنسان ويرى بأن كل جهوده كان في الدنيا أنه كان يعمل ويجمع الأموال ويبحث عن الرتب ويبحث عن الألقاب ولكن للدنيا فإذا توفي وانتقل الدار الآخرة لن يجد معه أي متاع في حين أن الذي يعمل الآخرة إذا ودع الدنيا لا يهم لأنه قدم لآخرته فهي الدنيا مزرعة نزرع فيها لما بعد الموت لأن بعد الموت هناك حياة أخرى الحياة الحقيقية الحياة النظيفة المباركة السعيدة الخالدة هي بعد الرحيل من دار الفناء إلى دار البقاء هي تجارة مع الله رأس مالنا أيها الأحباب هي هذه الأنفاس وهذه الأوقات وهذه الدقائق وكلما مرت أنفاس أو أوقات أو دقائق ضاعت ضاعت منا لهذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأن نهتم بالدنيا لا بأس نهتم ولكن نتقلل منها لا نعظمها في قلوبنا لا نركن إليها لأنك إذا ركنت إلى الدنيا تبتل بمحا كثيرا الإنسان الذي كل عقله هو أن يعمل ويجمع المال ويصل إلى المراتب تجده يجمع فعلا رصيده البنكي صار ضخما وممتلكاته صارت كثيرة ولكنه ترك الواجبات كم من صلاة لم يؤديها مع الجماعة كم من يوم مرة ولم يقرأ القرآن كم من أشياء مرت عليه ولم يفعل وأحيانا من أجل الدنيا قد يركب المحرمات من أجل الدنيا يقول لا بأس قد يتعامل بالربا قد يقوم باختلاس أموال الآخرين قد يراوغ وقد يقع والمال إذا كان عنده المال والقوة يحب الدنيا ويحب المحرمات في النساء وفي المآكل دون أن يدري وهو الدنيا تلعب به تجعله يترق واجبات الدنيا ويركم على المحرمات الدنيا وبالتالي تجدها حتى غير مرغوب بين الناس حتى الناس غير مرغوب بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس هذه وصفة عظيمة وصفة عظيمة لمن أراد القبول في الأرض وفي السماء إذا أردت القبول في السماء مع الله ازهد في الدنيا كلما زهدت في الدنيا كنت عند الله محموبا الله يقول يا ملائكتي انظروا الى عبد فلان فانه يأخذ من الدنيا ما يكفيه وجل وقته في ذكري وعبادتي وفي ما احبه ارضه فيحبك الله الله اذا احبك الله نادى الله في جبريل يا جبريل اني احب فلان فينادي جبريل في اهل السماء يا اهل السماء ان الله يحب فلان ثم يوضع له القبول في الارض يا سلام القبول في الارض يعني جميع الموانع وجميع عكوسات وجميع المصائب التي يبكي من اجلها الناس تزول الطريق امامك معبدة والابواب مفتحة والارزاق تتهطل عليك من كل جانب ولو قليل يبدو لك كثير جدا اذهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس اياك ثم اياك ان تطلب من الناس متع لا تطلب من الناس الناس لا يحبون عادة ان يطلب منهم اذا تعلقت بما في ايدي الناس ابغضوك وان زهدت فيما عندهم واردت عن ذلك ولم تسألهم يحبونك لك يدق المبعطيني يصوب لي يدي يكتل الناس يكرهون هذا لكن الله تعالى يحب يحب انك تقول يا رب اقضي حاجتي يا رب ارزقني رزقا حسنا يا رب شافني من الامراض والاسقام يا رب اجمع شملي ربنا يحب العبد الملحاح ويباهي به الملائكة هذه ايها الاحباب الكرام هي الدنيا لو تأملناها هي لم تكن يوما دار قرار ولا دار اقامة ولا موطن استقرار واسألوا اباءكم واجدادكم واجداد اجدادكم والذين سبقون بالايمان كلهم رحلوا الى الدنيا رحلوا عن الدنيا وتركوا كل ما بنوه وعمروه في يد الورثة ونحن بهم لاحقين ان شاء الله ظاهر الدنيا يوحي بالنظارة والجمال والبهاء اي نعم الدنيا جميلة قال صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حلوة خضرة واجمل ما فيها النساء وان فتنة بني اسرائيل كانت النساء فالناس يتهفتون عن الدنيا لكن حقيقة هذه الدنيا في الختمية فانية ونعيمها زائل الدنيا اذا اردنا ان نصورها هي كالزهرة الجميلة النظرة تفوح عطرا شديا لكن هذه الزهرة ما تلبت ان تذبل ويذهب بريقها ويروح ريحها هكذا الدنيا لهذا كان الانبياء وكان الصالحون يوصون بان لا نستكتر منها حتى ان ربنا عز وجل يحكي عن مؤمن اهل فرعون مؤمن اهل فرعون يعني كان يائش في القصر الفرعوني عنده النعيم والمال والسلطة لكنه كان مؤمن ماذا قال قال يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار هذا دقل الحياة الفرعونية بما فيها من نعيم وبدخ وابها ولكن الله تعالى القى في قلبه الايمان هذا كان في عهد سيدنا موسى يسمى مؤمن اهل فرعون كنا قد تحدثنا عنه من قبل في سورة ياسين وان شاء الله لما نصل الى سورة غافر سوف نتحدث عنه اكتر فالناس هما في غمرة الدنيا يرقدون حولها يتنافسون يتصارعون هذه الحروب حروب في كل مكان من اجل ماذا من اجل الدنيا النزاعات في المحاكم في مخافر الشرطة من اجل ماذا من اجل الدنيا لكن الانسان اذا اقترب اجله سيكتشف حقيقة هذه الدنيا بانها زائفة وانها مجرد متاع متاع قليل وربنا يخبرنا بحقيقتها ربنا الصادق في كتاب العزيز اخبرنا بالحقائق فقال عن الدنيا وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور هي متاع جميلة طعام شراب سفريات ملتقيات ليالي ملاح ورقص وغناء متاع لكنه متاع الغرور وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ثم ان هذه الدنيا ما ان تستمتع بها هي دار محا ودار بلايا فقد يصاب الانسان بمرض وقد يصاب احد ابنائه بفتنة وقد يصاب الانسان بطلاق مع الزوجة وقد يصاب بازمة مالية وقد يتنكر له الاحباب والاقارب وقد يطعنه حبيب من الخلف وقد يخونه الشريك الدنيا فيها محا وبلاء غرارة لهذا ينبغي ان نحذرها فاذا لا قدر الله اصبنا بمحنة او بلية او مصيبة فان لا تأخذ مننا الكثير لان قلوب المؤمنين اصلا هي تعد عدتها للاخرة لا يهم لهذا احسن طريقة لنتخلص من الامراض النفسية والوساوس والقهر الذي يشكو منه الناس تتخلص بوصفة بسيطة لا تحتاج الى نظام الاقتصادي والسياسي والجماعي ونقابي وفلسفي ببساطة لا تعظم الدنيا في قلبك اياك ان تعظم الدنيا في قلبك مشاكلك كلها ستكون مثل فرقعة صابون كلها سوف كلها سوف تنزل الى الاسفل والنملأ وقاتنا بالزاد الزاد الذي نملأ به ليس هو المال والسلطات والمقامات لا الزاد هو كل ما امر به الله تعالى من الحسنات والبركات لهذا قال وتزودوا فان خير الزاد التقوى لما نرحل عن الدنيا لن نأخذ الدنانير والدراهم التي جمعناها لن نأخذ معنا بيوتنا ونأخذ افريشتنا ونأخذ معنا سيارتنا لا شيء الى التقوى يعني تقوى يعني تقوى الله من ذكر وصالحات وصدقات وحسنات وقال وقال ربنا يا ايها الذين هل هذا زهد هل هذا كراهي للدنيا لا بالعكس هذا محبة للدنيا ولكن تعرف حقيقتها وحجمها حتى لا يقع التنافس بين الناس ولا يقع التهارش ويقع التصادم واذا وقع اي وقع اطوي الصفحة وابدأ من جديد كأن شيئا لم يقع خذ الدنيا ببساطة كان صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب في ضل شجرة ثم راح وتركها حلوح الشجرة استضل تحتها ولما تغرب الشمس لم يعد ضرورة اي استضل تحت ضل الشجرة فتقوم وتروح هكذا هي الدنيا سيدنا المسيح عليه السلام معروف بانه كان زاهدا وكان يأمر اتباعه ومريديه من وصائه كان يقول اعبروها ولا تعمروها المسيحية تقول اعبروها ولا تعمروها لكن القرآن الكريم يقول وانشأكم من الارض واستعمركم فيها يلي طلب منكم عمرتها هذه الوصية من المسيح عليه السلام فيها اقصاء للعمل اعبروها ولا تعمروها لكن القرآن الكريم كلام رب العالمين يقول هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها يعني طلب منكم عمارتها البناء والتشييد دون ان يكون ذلك متعلقا بقلوبكم المال يكون في يدك لا في قلبك قلبك يكون فيه حب الله وحب الدين وحب خلق الله من اجل الدين اما الدنيا املك متشاء كن مليونيرا لكن في يدك المال والسلط والمتاع في يدك اما قلبك يكون مليئا بحب الله وبالاستعداد للقائه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المربي والمرشد كان لا يترق فرصة الا وبين لصحابته هذه المعاني ومن خلالهم الصحابة بلغوها للتابعين والتابعين بلغوها لتابعي التابعين حتى وصلت الينا ونحن بدورنا نبلغها لابنائنا وابناؤنا يبلغونها لأحفادنا وهكذا دواليك الى قيام الساعة لانها دستور علوي رباني فسينا النبي هو الرحمة المهدات هو الناصح الامين يتخول الصحابة بالموعظة ويضرب لهم الامتال ولكن استفد شميعا ما الذي وقع عن عبد الله بن عمر لما سمع هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كن في الدنيا كأنك غريب او عابر السبيل هذه المعاني جعلت عبد الله بن عمر يتغير بعدما كان شابا مقبل على متاع الدنيا ويحب النساء ويمتلك الجوار وارد ان يجمع المال ويستغل موقف ابيه عمر لكي يجمع وتغير الرجل كلية فصار عبد الله بن عمر من اكتر الشباب الصحابة زهدا وصار اكترهم عبادة حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد مجلس لتفسير الاحلام كان يأتي اليه الصحابة والصحابيات ويقولون يا رسل الله رأينا كذا وكذا فيفسر لهم الاحلام ان شاء الله سيتأتي حلقة نتحدث عن كيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفسر الاحلام لصحابته ولكن تفسيره هذا كان عبارة عن وصفة دوائية رؤية منامية طويلة جدا لا يسعنا ان نقولها فقال يا رسل الله ما معنى هذه الرؤية الجواب كان يأتي بكلمة قال نعم الرجل ابن عمر لو كان يقيم الليل لو كان يقيم الليل ومن ثم صار عبد الله ابن عمر يقيم الليل بمعنى انه لكي يتخلص من الضغوطات النفسية ومن الرغبات يلزمه قيام الليل هكذا كان سيد النبي يعطيك وصفة واحدة هي عبارة عن علاج نفسي وفكري وخلقي ومن ثم صار هذا الشاب الصحابي اكتر الناس اقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه كان رسول الله في الحج في حجة الوداع نزل تحت ظل الشجرة فكان عبد الله ابن عمر يقتدي به حتى انه كان يتعاهد تلك الشجرة بعد موت النبي الكريم كان يتعاهدها ويصب عليها الماء لكي ليتيبس ويقول هذا قدوة اذا قمنا بالحج نجلس هنا تحت ظل هذه الشجرة حتى ان اباه فيما بعد جاء فاقتلعها من جدورها قال اتريد ان ان تقدس الشجرة وهو يريد فقط ان يتمسك بسنة النبي الكريم شبرا بشبر وحينما كبر عبد الله ابن عمر صلى من الكبار الصحابة الذين يعطون ولا يأخذون فكان يعطي الزكوات وكان يعطي الصدقات وكان لا يرى الا ذاكيرا لله وكان في الصباح يقوم وعينه محمرتين فيعلمون انه كان قائما للليل وحينما جاءت الفتوحة الاسلامية شارك بقوة في فتوح الشام والعراق وفارس ومصر وافريقية كان من الابطال لكن لما قامت الفتن تسمى الفتن التي حضر منها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قامت فتن بعض الناس حبوا الدنيا ارادوا السلطة فقالوا من يحكم قال المهاجرون نحن اولى بالحكم وقال الانصار بل نحن اولى من الحكم فقال بعضهم من الامراء ومنكم الوزراء فطار الجدل وقال بعضهم السيوف السيوف ومن تم سراع سياسي ستفترق فيه الامة ما يسمى الان بالشيعة والسنة والخوارج وغيرها من ال والتكفيريين وغيرهم هي كلها كلها ارهاصات ظهرت عقب الفتن فكان الانسان عليه ان يتحضق اما معي او ضدي فمدى كان موقف عبد الله بن عمر وقد رباه النبي صلى الله عليه وسلم على ان لا يعظم الدنيا اعتزل الجميع اعتزل الجميع ورفض رفض ان يكون مع هذه الفئة الباغية او الفئة الاخرى الظالمة فكان يعتزل يقول لا بد هذه الدنيا غردكم الحكم غردكم السياسة غردكم متاع الدنيا انا طلقت وطلقت ثلاث في عادي الخليفة الراشد عثمان بن عفان عرض عليه القضاء ان يكون مسئول عن القضاء فقال لا مسئولية كبيرة لو اعلن ربي عليها افعل ولكن اذا كنت من تلقاء نفسي لن افعل لان القضاء فيه فيه مسئوليات وفيه تدخل من هنا وهناك وقد لا ينصف الناس فتبرأ منه فلما كانت خلفة علي بن ابي طالب صارى خليفة المسلمين عرض عليه ان يكون واليا على الشام يعني رجل السلطة من درجة والي على الشام الشام هي سورية والاردن وفلسطين ولبنان الان تسمى الشام يعني منطقة كبيرة يعني في اربعة رؤساء دول اليوم لكنه رفض رفض وقال هذه مسئولية وانها في الدنيا مسئولية وغدا ندامة بين يدي الله لا اذا لم اقم بواجبها فزاهد فيها حتى ان لما وقع النزاع بين معاوية وعلي رشحه ابو موسى الاشعري للخلافة يوم التحكيم انه يكون خليفة المسلمين فرفض كل ذلك وقال لن افعل لانها مسئولية عظيمة صار كل وقته العمل والعبادة بما يدفع الناس ولا يتغافت على المناصب لا يتغافت على الرتب لا يتهتف على الدنيا لانه يعلم غدا سوف يموت ويودعها ويقف بين يدي الله ويسأله هل تقدمت لهذه المهمة وانت لست اهلا لها وهكذا كان عبدالله بن عمر اذا اجتمع مع الصحابة يقول لهم تعالوا احدتكم بما قاله رسول الله لقد اخذ بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل وكان عبدالله بن عمر كما يشهد الجميع انه اذا امسى لا ينتظر الصباح واذا اصبح لا ينتظر المساء يأخذ من صحته لمرضه ويأخذ من حياته لموته فرضي الله عنه وارضاه هذه ايها الاحباب الكرام وصية جميعا لنا لكي نتحلص من ما في انفسنا من رغبة الدنيا تقوبي سوف تسعدون وسوف تشعرون بانكم صرتم احرار لان من كان عبدا للدنيا يسير دليل يجري بالليل والنهار على الصراب ولن يشبع مثل العنب المجيع لكنك اذا اخذت من الدنيا ما يكفيك وتفرغت للاخرة سترى بان الدنيا تتزين وتتعطر وتتبعك من الخلف وتقول خذني اليك نبدأ ايها الاحباب الكرام بماذا بان نستغفر المولى كل واحد منا اريد منكم ايها الاحباب يجلس مع نفسه الان لحظة تأمل ويحرص على ان يتخلص يتخلص من الرواسب التي بداخلك الماضي الماضي فيه ذنوب فيه خطايا فيه زلات فيه خصام فيه صراع تخلص من الماضي كله اقطع اقطع حمل التفكير تخلص من الماضي السيء وقل سأبدأ صفحة جديدة انظر انظر للمستقبل ترى بان الحياة تكون جميلة ان شاء الله فيها عمل فيها عبادة ونحن مقبلين على شعبان ورمضان قد يكون شاء الله العبادة والطاعة والايمان اذا كان الواحد مننا قد ارتكب خطايا فليبكي على ربه يبكي البكاء نظافة احسن تطهير للداخل ابكي على ربك بين يدي الله لا تستعمل الادوية الكيموية فانها تؤثر على الجسد وتضرب بعض الاعضاء الاخرى كالكيلي وغيرها ولكن البكاء على الله ينظف من الداخل ويغسل جميع الماضي المؤلم ويجعلك نظيفا ثم يرفع الستار فسترى نعيما ونورا واشراقا ليس له متيل اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة